قبل عامين أطلقت القوات المسلحة عمليات عسكرية في سيناء لم يكن الهدف منها القضاء على التنظيمات الإرهابية ودحر الإرهاب فحسب لكنها أعادت الحياء إلى هذه المنطقة وعادت تنبض من جديد في مدن وقرى المحافظة فهنا ميدان الرفاعي أحد أكبر ميدين شمال سيناء والذي يحوي أكبر الساحات التجارية الشعبية بالمدينة المعروض في السوق من كل احتياجات الأهالي وفرها تقار افترش الأرض ببضائع منوعة من الخضروات والفواكه واللحوم والطيور لتباع في الميدان الذي يتصابق تقار الخضروات لاحتجاز أماكنهم مبكرا كل يوم السلامة وواجدها والحمد لله صعر قويس الحمد لله رب العمين الحمد لله لا يوجد أي عقبة هنا الحمد لله رب العمين عايش هنا في العريش؟ اه تمام اشتغل ايه؟ محاسب اهلا وسهلا الحياة هنا أخبرها ايه؟ والله زال فل يا فندم والأسعار كلها زال فل وزال عسل والحمد لله رب العالمين ربنا يديمها نعم احفظهم الزوال يا رب الحمد لله الوضع تمام والحمد لله والدنيا مشي تمام وزال فل وده زي ما انت شايف ده المحلين انها موز وفاكها وبرطغان وتفاع ورمان واسعار زي ما انت شاية تناول اصعار رخيصة واسعار كويسة كل حاجة حلوة واسعارها حلوة وربنا يخلي الجيش والشعب والشرطة كل حاجة حلوة متوفرة وربنا يخلي لنا الريس ويدلوا الصحة يا رب تسير حرقة البيع والشراء تحت رقابة مشددة بحسب ما قاله لنا وكيل وزارة التموين بشمال سيناء وإلزام كل تاجر بسعر محدد ومن يخالف يتخذ ضده الإجراء القانونية حملات عندنا مستمرة على الأسواق حضرتك أي حد بيتلاعب بالأسعار بتعمله محضر حسب المحضر إما أرز يدم السعر المواصفات شهادة الصحية أي حاجة بتعمله فالمتابعة موجودة من المحملات التموينية بمدير رقابة والزميل متابعة مستمرة للأسواق وضبط الأسواق موجودة والأسعار فمتنوه للجميع وأي حد بيشتكي على طول الحملة بتتحرك لي وبتحقق في الشكوى بتاعته هذا بالإضافة إلى إقامة العديد من المشروعات التنموية والتي تعود بالنفع على أبناء سيناء في مجالات البنية التحتية والطرق ومحطات تحلية المياه وإنشاء المدارس والمجمعات ألعاب رياضية متنوعة تقدم يومياً هنا داخل الصالة المغطى بمدينة العريش فقرات ترفيهية وتقافية وتنويرية للأهالي تأكيداً على عودة الحياة إلى طبيعتها في مدن المحافظة أما هذه السيارات فهي مشروع جديد نفدته محافظة شمال سيناء يتيح توفير سيارات أجرى بديلة للتوكتوك بالمدينة بهدف توفير وسائل مواصلات آمنة ومرخصة وحضرية للمواطنين وبجانب توفير فرص عمل حقيقية لأهالي المدينة مشروع التوكتوك من بدايته أساساً مشروع مش حل فهو خطوة جميلة جداً 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 استبداله بالفان لأن الفان ده حاجة أدمية من الآخر من غير مبالغة أدمية أنا في الوضع اللي قبل كده كنت تعبان تعبان فعلاً المشروع بالنسبة له في حد ذاته كان له فرحة كبيرة عندنا وعند العيلة بالنسبة لأنا كشخص غيرني غيرني لأن أنا كنت تعبان نفسياً من اللي أنا فيه أنا بتركب عربية بتبقى حلوة دخلها حلو بتروح آخر النهار لألك مشروع حلو بنصح أي شاب عنده توكتوك لو قدر يقدم المواصفات قبلت عليه يقدم ده مشروع خير إن شاء الله على مدينة بير العبد وضعت المحافظة عدداً من الضوابط والشروط الميسرة لحصول أصحاب التكاتك على السيارة وإجراء قرعة علنية بين المتقدمين الفرد بيدفع 25% تقديمة والباقي تم تأسيته على خمس سنوات مشروع كويس هيشغل على أل على أل الميتة عربية هيشغلهم على أل 200 شاب ودي حاجة كويسة احنا بنسع عليها والدولة كلها بتسعليها أما مشروعات الإسكان الاقتماعية التي بلغت 450 مليون جنيها لإنشاء 2608 وحدة سكنية جديدة موزعة على المراكز الخمسة قمنا بزيارة مدينتي العبور ورفح الجديدة التي تم الانتهاء من الأخيرة كمرحلة أولى والبدء في مرحلة جديدة وفرت العديد من فرص العمل لشباب المنطقة أكيد طبعاً وفرت الفرصة العمل وشغل الناس كلها بلغت الحركة الأول وقفة لكن دلوقت يشغل الناس وعمل حركة في البلد يعني المدينة رفح الجديدة فإحنا بدئين بقلنا حوالي 3-4 سنين شغلين في المرحلة الأولية خلصت وشغلين في المرحلة الثانية المرحلة الأولية خلصت بنسبة 59% وعبارها عندنا 41 عمارة دلوقتي شغلين في 48 عمارة المرحلة الثانية احنا عندنا مشروع السبيل بنسكن فيه 89 عمارة وعندنا عمارات رفح الجديدة شغلين فيها والتجمعات لفوسط سيناء تجمعات تنمية لفوسط سيناء دي أهم 3 محاور للإسكان في شمال سيناء وقبل أشهر معدودة تم الانتهاء من تطوير وتجهيز مستشفى العريش العام وتزويدها بأحدث الأجهزة لفحص المواطنين وتقديم العلاج اللازم للحالات المرضية وسط إشادة من المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم والله الحمد لله كلها زي الفل والله والناس متعاونين خالص كنا بنعمل بس أشعة رانين للحق على الفكرات العنقية عشان كان فيه تنميل في أديه وكده فعملنا له خلصنا إجراءات التأمين وقلنا خلصناه الخدمة اللي متعاونة على النفسي والله ما شفتش أي وقت ما شفتش أي حاجة وحشة بقول لك حضرتك حاجة استخدت دوري عملت الأشعة الرانين ما شاء الله يعني مش عايز أقول لك حضرتك أكثر من كده في مبادرات كتير الدولة يمكن كانت عملتها 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات هل استفدتم المبادرات ده؟ تركت فيها تركت فيها وجم عندي لغاية المكاني في البيئة لأننا ساكن فيه يعني جاء في منطقة الريسة جملة لغاية عندي أحسن من أي مستشفى دخلتها يعني أحسن من أي مستشفى دخلتها يعني بصراحة أي حاجة بتيجت لي حتى الدواء متوفر يعني حتى بتوع العيادات الخارجية لما بيجوا ويلاقوا الدواء بتاعهم متوفر وهنا إحدى محطات تحلية مياه البحر التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اكتوبر الماضي بهدف توفير المياه بشكل طبيعي في الأحياء المختلفة في المحافظة كنا شغلين في البحر والبحر يقافل باله ثلاث سنين وربنا كرمنا هنا واشتغلنا هنا من أبناء شمال سينة وبقول سيدة الرئيس إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي أحسن في شمال سينة وإحنا الشباب إن شاء الله شركات المحطات دي اللي فتحت إن شاء الله لأبناء سينة واللي جاي أحسن إن شاء الله محطة حضرتك طاقة 5000 متر مكعب يوم منفزة من مبادر التنمية شمال سينة ضمن مشروعات كبيرة ساعدنا بافتتاحها في أعياد أكتوبر الماضية قاطرة تنمية مستمرة في أرض الفيروز أخذت الدولة على تحقيقها من أجل حياة مستقرة تحمل استثمارا وتنمية ينعكس على أهالي سيناء في المستقبل القريب والبعيد